الجمهوريون متفائلون بإمكانية الفوز بمجلس النواب فيما تنتظرهم معركة شريسة أثناء محاولة قلب مجلس الشيوخ لمصلحتهم السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على ثلاث ولايات هي جورجيا ونيفادا وبنسلفينيا وفق خبراء حيث يسعى شاغلوا المناصب الديمقراطية إلى إعادة انتخابهم في جورجيا ونيفادا فيما يتنافس الحزبان على المقعد الشاغر في بنسلفينيا والذي كان يشغله الجمهوري المتقاعد بات تومي وأي حزب سيفوز باثنين من الثلاثة مقاعد ستزداد فرصه وبقوة ليكون حزب الأغلبية وبحسب واشنطن بوست تشكل نيفادا أفضل فرصة للجمهوريين نظرا إلى أن الحزب الجمهوري قدم ولأول مرة منذ سنوات مرشحا معتدلا نسبيا هو المدعي العام السابق آدم لاكسالت في جورجيا يحاول الجمهوري هيلشوووكر انتزاع المقعد من السيناتور رافيل ورنوك الذي حصل عليه بجولة الإعادة العام الماضي فيما الآمال كبيرة في بنسلفينيا بتمكن المرشح الجمهوري محمد أوز من الفوزي رغم استطلاعات الرأي التي أظهرت تخلفه عن جون فترمين الديمقراطي ولاية ويسكونسون تعد ثانية أفضل فرصة لديمقراطيين وتشهد تقدما لمرشحهم منذلا بارمز على السيناتور الجمهوري رون جونسون في أريزونا أيضا توجد فرصة جيدة لديمقراطيين وفق الاستطلاعات من نصيب المرشح مارك كيلي في مواجهة المرشح المدعوم من ترامب بليك مسترز